اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاستاذ قنديل شاف فيه فقط صورة صورة واحدة اللي كان شافها ديال واحد الجنرال مغربي يعني في صح المجال في المكتب ديالو وقف وخلاء رئيس اركان الحرب الاسرائيلي يجلس في المكتب ديالو وهو واقف ودير يدوم نموره وحاني راسه يعني فاستشاط الأستاذ قنديل غضبا وخرج لايف مباشرة يعني اللي كيتابع تلك الحرقة باش كان كيهضر الأستاذ قنديل مهما كان تعريف القانوني ولا ما شي قانوني ولا المهم يستحيل يستحيل يعني شي مسؤول من المسؤولين المغاربة الذين يدافعون عنهم يعني ما كان بغشنا نعطي شي مسميات هؤلاء أن يلقوا عندهم ضرة يعني ديال الغيرة على الوطن بحل ليش بتها عند الأستاذ قنديل ولا بحل ليش بتها عند الأستاذ بادر اللي يخرج في واحد سلسلة من الفيديوهات وهو يندد بهذه الأشياء يعني المغاربة الأحرار فعلا هما اللي كتكون عندهم ردات فعلا اللي كتكون خيانة حقيقية كتشاف رأي العين ولكن الإعلام المغربي كنشوفو أنه كيحاول يوضع حاجز ما بين الناس اللي كيحاولوا يوعي والناس اللي عندهم فعلا غير على هاد الوطن وما بين عامة الناس وكيحاولوا يوصفوهم بأوصف مثل هاد الأوصف دلخيانة وأنا أتذكر والأستاذ قنديل كان كيهدر على القضية ديال حمل السلاح ضد الوطن يعني ما عرفتش أنا واش نقدر نحط هاد الحادثة الواقعة اللي تفكرتها في هاد الاطار يعني في القضية ديال 16 مي كلنا نتذكروا أن هادك القضية يعني كانت بفعل فاعل يعني الناس الذين تآمروا في القضية ديال 16 مي والذين فجاروا يعني بتراف دريس البصري أن القضية كانت مغربية مغربية ولا علاقة لحركات إسلامية ولا تشي حاجة ورغم ذلك يعني لفقت التهم لمن لفقت لهم ولكن هاد الأجهزة وهاد السلطة التي تمارس الخيانة الفعلية يعني إلا كنا قدروا نقولها رفع السلاح رمشي ضروري رفع الكالاشنيكوف أنك تحط متفجرات يعني في واحد القنط وتفجر واحد المكان وكتهدد الناس في السلم ديالهم يعني بالرغم أنما من ناحية التحقيقات المغربية ما كان شي حاجة ما يخليهوش لتراس ولكن المؤشرات كلها واضحة ولكن غير لفقت أن وزير الداخلية صابق يخرج ويعترف مثل هذا الاعتراف وبلغ من هدروع القضية أرغانا أيضا يعني تهيى ما كانش تحقيقات واضحة اللي كتبين لك الطرف اللي هو متورط ولكن يكفي فقط أنا بالنسبة لي يا شخصيا أنك تسمع أنك تلتميات كاميرا كانت في تلك الساحة وتم تعطيلها وما اعتمدوش عليها في تحقيقات ديالهم يعني كيبلك أن السلطة تتستر على شيء ولا تتستر السلطة على فعل إرهابي إلا إذا كانت مشاركة فيه فهذا السلطة إذا كانت تمارس الخيانة وتعتمد على هذه العمليات الإرهابية يعني فهو كيعتبر تدخل مسلحة أنا ما كيهمني شنو هي المقارب ديالها ولا شنو هي الخطوات اللي كانت بغى تدير من بعد ولا شنو كانت بغى تغطي عليه المهم أن كيبالي أن ما عندهاش حدود لدرجة أنها ممكن تخون الوطن ديالها وممكن أنها دخل سلطات أجنابية لجيش ديالها وتمارس الخيانة فعليا وحرفيا وفي نفس الوقت يعني بما أنها هي متحكمة إعلاميا سواء في الإعلام الرسمي أو الإعلام على مواقع التواصل هي توصل لك الرسالة اللي بغايت أن الخوانة الحقيقيين هم من يكشفون عورات هذه السلطة التي تمارس الخيانة حرفيا وفعليا هذه الإضافة اللي كانت عندي في هذا الشق هذا وأنتم نتكمل مع الأخ بدر أظن أنا بغيت ندوز مباشرة للأخ بدر بقول عليه شوية أحسن